موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري البداية بالحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة موسيقى 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 استشهد 15 فلسطيني اترى قصف طائرات الاحتلال منزلا صباح الاثنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وأفادت مصادر صحية بوصول جتمين 15 شهيدا بينهم أطفال ونساء إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد قصف منزل بمنطقة البركة هذا ويتواصل العدوان الصهيونية على قطاع غزة لليوم التاسع والعشرين بعد المئة مخلفا في حصيلة غير نهائية أكثر من ثمانية وعشرين ألفا ومائة وستة وسبعين شهيدا وسبعة وستين ألفا وسبعمائة وأربعة وثمانين جريحا بالإضافة إلى ألاف المفقدين والمردمين تحت ركام البنايات المدمرة استشهد وأصيب مئات الفلسطينيين فجر الاثنين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء في مجزرة صهيونية جديدة استهدفت مناطق متفرقة من رفح جنوب قطاع غزة وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن استهدف منازل مأهولة بالسكان بغارات صهيونية عنيفة تركزت وسط مدينة ترفح وقال مدير مستشفى الكويت صهيب الهمص أن المستشفى ممتلئا بالجرحة في وضع خطير جدا ولا يوجد ما يكفي من دواء وأمصال وقد شنت طائرات حربية صهيونية نحو أربعين غارة عنيفة استهدفت على وجه الخصوص العديد من المنازل ومساجد تؤوي نازحين بالتزامن مع قصف مدفعي مكتف من بوارج حربية على مدينة رفح هذا وذكرت مصادر محلية أن مركبات مدنية تقل شهداء ومصابين وصلت إلى المستشفى الكويتي في رفح وسط نزوح المئات إلى المستشفى هربا من القصف على المدينة هذا وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات المجازر الصهيونية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة الخارجية الفلسطينية اعتبرت في بيان لها الاثنين أن مجزرة الاحتلال الأخيرة والتي راح ضحيتها نحو مئة شهيد ومئات المصابين دليل على صحة التحذيرات من المخاطر الكارتية لاجتياح مدينة رفح مضيفة أن هذه المجازر هي انعكاس مباشر للعقلية الانتقامية التي تسيطر على صناع القرار في الكيان الصيوني الممعن في استهداف المدنيين ونقل الحرب إلى منطقة رفح المكتظة بالسكان لدفعهم إلى الهجرة والنزوح تحت القصف أكدت منظمة والصحة العالمية أن التقارير المتعلقة بخطط الكيان الصيوني لتهجير الفلسطينيين من مدينة رفح جنوب غزة بذريعة توسيع هجومه البري مقلقة للغاية وأشار مدير المنظمة دروس أدهانوم جيبريسوس في منشور عبر منصة إكس إلى أن تنفيذ هذه الخطط يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة للغاية على مليون وأربعمائة ألف شخص ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه ولا مكان يحصلون فيه على الرعاية الصحية وأشار إلى أن كافة مستشفيات ترفح ممتلئة فوق طاقتها الاستعابية وأن غالبية المستشفيات الأخرى في قطاع غزة إما متوقفة تماما وإما تقدم خدمات محدودة مجددا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار دعت المقاومة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل والجاد لوقف العدوان الصهيوني المتواصل في قطاع غزة حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها الاثنين وصفت المجازر الأخيرة في رفح بالجريمة المركبة والإمعان في حرب الإبادة الجماعية حماس أضافت أن حكومة نتنياهو الإرهابية وقواته النازية تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التي أقرت تدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات يمكن اعتباره أعمال إبادة هذا وحملت المقاومة الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً كامل المسؤولية عن هذه المجازر بسبب ما يوفرونه للاحتلال الصهيوني من دعم مفتوح بالمال والسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حرب الإبادة والمجازر استهدفت المقاومة الفلسطينية قوة صهيونية متحصنة بأحد المنازل غرب خان يونس ونشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عبر صفحتها الرسمية في تيليجرام مشاهد لاستهداف مقاتليها قوة صهيونية متحصنة بأحد المنازل غربي خان يونس بقذائف RPG كما أعلنت في منشور لاحق قصفها تجمعاً لجنود الكيان الصهيوني وآلياته بوابل من قذائف الهون في محور التقدم شرق خان يونس اعترفت قوات الاحتلال الصهيوني الاثنين بمقتل اثنين من وحدة ما يسمى بالكوموندوس وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية بقطع غزة قوات الاحتلال أعلنت في بيان إن الرائد عادي إلدور والجندي ألونك كالينمان من وحدة ماجلان لواء ما يسمى الكوموندوس قتل في معارك بجنوب قطع غزة فيما أصيب ثلاثة جنود آخرين اثنان منهم من نفس الوحدة بجروح خطيرة وبذلك يرتفع عدد قتل القوات الصهيونية على يد المقاومة والمعلن عنهم من قبل الاحتلال منذ السابع أكتوبر إلى خمس مائة وستة وستين بينهم مائة وتسعة وعشرون في المعارك البرية أقر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب بلازاريني بعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إقالة تسعة موظفين بعد مزاعم صهيونية غير مؤسسة دفعت بستة عشرة دولة من ضمنها الولايات المتحدة إلى تجميد نحو نصف مليار دولار من التمويل الموجه للوكالة بعد أسبوعين لا دليل يدين ولا وقائع تثبت صحة مزاعم الكيان الصهيونية حول مشاركة عدد من موظف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في عملية طوفان الأقصى في السابع أكتوبر الماضي الوكالة التي رضخت لضغوط الكيان وسارعت إلى فصل الموظفين لاقت انتقادات واسعة باعتبار أن خطة الاحتلال كانت واضحة منذ البداية وهي طرد الوكالة من قطاع غزان هائيا في الواقع تم فصلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لأنني شعرت حينها بأن سمعة الوكالة ليست وحدها على المحك بل قدرتها بالكامل على موصلة عمليها وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية في حال عدم اتخاذ نتل هذا القرار الكيان الصهيوني لم يكتفي بحملته هذه وراح يدعي عثوره على نفق لحركة حماس تحت المقر الرئيس للوكالة في غزة وكميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في مقر الأونروا إن موظفي الوكالة غادروا المقر منذ الثاني عشر أكتوبر الماضي لم نستخدم المقر الرئيس في غزة منذ تركناه ولا علم لنا بأي نشاط قد يكون حدث هناك السلطات الإسرائيلية لم تبلغ الوكالة رسميا بشأن النفق المزعومي تحت المقر الانتقادات طالت أيضا الدول المانحة التي علاقت مساعدتها للوكالة دون أن تنتظر فتح تحقيق في مزاعم الاحتلال طريقة وكالة أونروا تواجه أزمة إنسانية كبيرة غير مبالية بمصير قرابة مليوني فلسطيني في القطاع شارك عشرات الألف من المغاربة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط الأحد للمطالبة بإسقاط التطبيع بين المخزن والكيان الصهيوني المشاركون في المسيرة التي دعت إليها مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين احتشدوا أمام باب الحد التاريخي وسط الرباط قبل أن يتوجهوا إلى شارع محمد الخامس حيث يوجد مقر البرلمان المحتجون رددوا هتفات طالبوا من خلالها بوقف فوري للعدوان الصهيوني منددين بصمت المجتمع الدولي إزاء ما تقترفه قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني كما رفعوا شعارات تطالب بإغلاق ما يعرف بمكتب الاتصال الصهيوني في الرباط حج المغاربة إلى مدينة الرباط لكي يرسلوا رسائل إلى المرابطين في أرض فلسطين أنهم معهم قلبا وقالبا يساندون المستضعفين والمضطهاضين والمحاربين في أرض فلسطين والمقتلين من الأطفال ومن النساء وهو حضور غير مستبعد على الشعب المغربي الذي أبانع عبر جميع فتراته التاريخية أنه دائما مع قادية فلسطينية ورغم محاولات التطبيع من النظام المغربي ومن المطبعين أيضا من بعض المتقفين وبعض النخب ذات الارتباطات المصلحية مع الكيان الصهيوني ومؤسسته داخل المغرب فالشعب المغربي يرسل رسالة قوية إلى العالم وإلى الإخوة في فلسطين بأن الشعب المغربي هو شعب داعم للقادية الفلسطينية أنا ما يمكنش نتقلل على القادية الفلسطينية وأنه ضروري أننا نستمروا في الدعم لأن هذا هو اللغاية للفرق لأن إسرائيل خدامة كتنجز في المشروع دياله اللي هو التهجير الفلسطينيين والغزاويين بالضبط إلى سيناء هذا مشروع يعني أنه مخطط له منذ زمن كبير موسيقى 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 نواصل النشرة في خبر آخر تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد بيان للرئاسة الجزائرية أشار إلى أن الرئيس تبون تسلم أوراق اعتماد خصي إغناسيو مادرازو بوليفار بصفته سفيرا للولايات المتحدة المكسيكية وألبرتو كوتيلو بصفته سفيرا للجمهورية الإيطالية وكذا آنا بيتيكوفيت بصفتها سفيرة لجمهورية سربيا المصدر ذاته لفت إلى أن المراسم حضرها مدير ديوان الرئاسة بوعلام بوعلام ووزير الخارجي الجزائري أحمد عطف السيد فخامة الرئيس عبد المجيد تبون أكد وذكر أهمية العلاقات التي تربط الجزائر بالمكسيك وكذا المواقف المشتركة بين البلدين وهذا بشأن أهم القضايا على جدول الأعمال الدولي وكذا تسليط الضوء على الأهمية التي تمثلها المكسيك بالنسبة للجزائر من الجميل أيضا أن أذكر أن هذا العام تحتفل الجزائر والمكسيك بمرور ستين عاما على إقامة العلاقات الديميليموسية بينهما وهذا يمنحنا فرصة لتأكيد التعاون والصداق بيننا نحو الأحسن لقد سلمت أوراق الاعتماد الموقعة من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا للسيد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبول شرف كبير لأن أتعين كسفير لإيطاليا بهذا البلد الرائع والشعب الجزائري الصديق والشقيق أتحمل مسؤولية المضي قدما لتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين وسأبذل قصار جهدي لبلوغ هذا الهدف إنه لشرف كبير وفخر وامتياز أن أمثل جمهورية سربيا بالجزائر بلدينا يتقاسمان 62 سنة من العلاقات الدبلوماسية التي ارتقت إلى علاقات صداقة علاقات تأسست خلال الثورة التحريرية المجيدة سربيا مصممة على توطيد علاقات الشراكة والتعاون وتعزيز الحوار السياسي بين البلدين هذا واستقبل الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون الأحد رئيس حزب جبهة المستقبل فاتح بوطبيق بطلب من هذا الأخير حسب ما أفد به بيان لرئاسة الجزائرية وعقب استقباله من قبل الرئيس تبون ثمن بوطبيق مواقف الجزائر عالميا مؤكدا دعم تشكيلته السياسية مصار الإصلاحات التي أطلقها الرئيس الجزائري حظيت اليوم بشرف استقبال من طرف السيد الرئيس الجمهورية بناء العاطلبي تمثيلا لجبهة المستقبل وكرئيسا لها أين استمعت بإمعان لمستوى الإصلاحات التي تعيشها جزائر اليوم في كنف السلم والأمن والطمأنينة هذه الإصلاحات التي نالت ثقة الشعب الجزائري في برنامج السيد الرئيس الجمهورية وهي اليوم تتجسد يوما بعد يوم في إطار الجزائر الجديدة مرة أخرى نحن نؤكد على أهمية هذه الإصلاحات ونثمن المكتسبات التي تعيشها الجزائر اليوم والجزائر تخطو خطوات نحو مسار بناء جمهورية جديدة تحتفي بالماضي والذي نلتزم به وتثمن مكتسبات الواقع اليوم مناشدة للمستقبل مرة أخرى نحن فخورين بصدق بالمواقف الخالدة والمشرفة للدول الجزائرية بالنسبة للقضايا العالمية وللحركية الدبلوماسية التي تعيشها الجزائر اليوم كما استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد بون الأحد عبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم بطلب من هذا الأخير حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجزائرية وفي تصريح أدل به عقب استقباله من قبل الرئيس تبون تمنا حساني الحراك الدبلوماسي للجزائر في سبيل الدفاع عن قضايا الأمة وأمنها القومي كان اللقاء في جو صريح وفي جو نقاش مسؤول بالتناول لمجموعة من الملفات على رأسها الملفات الوطنية المرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وفي ملفات أخرى لها علاقة بالوضع الدولي وعلى رأسها ملف القضية الفلسطينية بحث مختلف السبل التي تسعى الجزائر من خلال حراكها الدبلوماسي ومن خلال جهدها الدبلوماسي الكبير الذي تبذله من موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن هناك ملفات أخرى لها صلة بتحولات الكبرى وعلى رأسها ملف ما يجري في الساحل من تطورات كبيرة هذه التطورات لها أثر على الاستقرار وعلى التنمية وعلى السلم في إفريقيا ككل أكدت الجزائر وتركيا الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات واستكمال المشاريع وأنشطة التعاون والشراكة المسجلة على أجندة التعاون التنائي بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري أشار إلى استقبال الوزير الأول نذير العرباوي بقصر الحكومة السفير التركي بالجزائر محمد دمجاهد كوتشوك يالماز الأحد حيث أعربا عن ارتياحهما للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين مع استعراض مختلف أوجه التعاون التنائي لسيما في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى الذي انعقد بالجزائر في نوفمبر 2023 تحت رئاسة قائدي البلدين للمضي قدما نحو تجسيد الرؤية الاستراتيجية للعلاقات التنائية التي رسمها الرئيسان عبد المجد تبون ورجب طيب أردوغان كما سجل الجانبان بارتياح تطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا ما تعلق بالقضية الفلسطينية مستنكيرين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم وإبادة جماعية وتهجير قصري من قبل الاحتلال الصهيوني تمكنت وحدات حرس السواحل بالجزائر من إنقاذ وإجلاء طاقم سفينة في حالة خطر على بعد ميل بحري شمال مدينة فوكا قبالة سواحل وسط البلاد بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية أوضح أن وحدات تابعة لقيادة القوات البحرية تدخلت إثر تلقي إشارة استغاثة من قبل سفينة تسمى نوفا دراجرام حاملة للرايا الإسبانية كان على متنها بحران من جنسية برتغالية وآخر من جنسية الدومينيكان المصدر ذاته أكد أن الوحدات تمكنت من إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة إلى المستشفى العمومي بيزيرالدا من أجل التكفل بهم صحيا في ليبيا استعرض المجلس الأعلى للدولة التقرير الوارد من مستشار الأمن القومي بمجلس النواب بشأن تقييم عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ تولي عبدالله باطيل رئاستها بيان للمجلس أشار إلى اجتماع النائب الثاني لرئيس المجلس عمر خالد العبيدي الأحد مع هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي بالمجلس رئيس اللجنة ونائب رئيسها وكذا مقررها حيث ناقشوا الوضع الأمني والمستجدات الأمنية الأخيرة في البلاد ومدى تأثيرها وانعكاسها على الاستقرار والشأن السياسي إضافة إلى سبل الدفع بالعملية السياسية وتحريك الجمود السياسي المصدر ذاته ذكر أن الاجتماع استعرض أيضا التقرير السنوي لعمل جهاز الردع ومكافحة الإرهاب لعام 2023 المحال إلى المجلس من قبل الجهاز في الرياضة وأخبار الكان بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر أحرز المنتخب الإفواري لقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه في نهائية دورة صارت أمس على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب الحسن وطارة في أبيجون وسط حضور جماهيري قياسي منتخب نيجيريا كان السباق للتسجيل بواسطة القائد ويليام إيكونغ في الدقيقة الثامنة والثلاثين لكن الإفواريين عادوا في المرحلة الثانية وعدلوا النتيجة بواسطة لاعب خط الوسط فرانك كيسي في الدقيقة الثانية والستين قبل أن يسجل سيباستيان هارلر هدف الفوز عند الدقيقة الحادية والثمانين ليحقق منتخب الفيلة إنجازا تاريخيا بعد أن كان على عتبة الإقصاء في الدور الأول قبل أن يعتلي عرش القارة محرزا لقب الطبع الرابعة والثلاثين نحن سعداء لأن الفوز بكأس إفريقيا صعب خاصة حين يكون على أرضك لقد فعلناها بصعوبة جدا لأن انطلاقتنا كانت سيئة نعم كنا على وشك الإقصاء لقد حالفنا الحظ واغتنمنا الفرصة على أكمل وجه وأكدنا أن ما حدث في دور المجموعات كان حادثا فقط إنه أمر استثنائي لم أتوقع يوما التتوج باللقب بهذه الطريقة توشت للمرة الثانية ولكن هذه المرة بكوديفور هذا إنجاز عظيم أشكر الله لقد توشت بلكان ببلدي وأنا فخور بما حققته لكرة القدم الإفوارية والإفريقية لقد وضعنا في موقف صعب جدا لكن آمنا بإمكانياتنا لقد تأهلنا برصيد ثلاث نقاط وعدنا بوجه آخر أشكر المدرب إميرس فايي الذي قادنا إلى التتويج بعد أن وضع الأمور في مكانها اليوم شاهدنا فريقا صلبا وقويا ذهنيا كل مرة نكون فيها متأخرين في النتيجة نعود حدث ذلك في أكثر من مناسبة لقد أظهرنا قوتنا اليوم جعلنا كوديفور كلها فخورة بنا نحن نعتز بالتتويج باللقب شاهدنا فرحة عريمة في المدرجات سنخرج مرفوعي الرأس قبل أسبوعين من الآن كان الشعور لا يطاق اليوم سنسير برأس مرفوعة والأجيال القادمة ستكمل المشوار وتستمر بالعمل لأن التتويج اليوم هو ثمرة عمال طويل بهذا الخبر الرياضي ننهيه النشرة شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقم اشتركوا في القناة شكرا لكم